مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من بيت للكل عندما نحكي عن الفن خصوصاً الفن في مصر ارتبط مع المصريين منذ التاريخ القديم اعتاد المصر القديم أن يرى على الجدران المصرية وعلى الحضارة القديمة فيرى الدفوف ويرى الموسيقى ويرى الإبداع في كل مكان من حوله وترجم هذا على مدى العصور انتشر الفن وبدأ الفن يتنوع ويختلف ويتغير من هنا وهناك بدأت أولاً طبعاً السينما المصرية منذ العشرينات وتلاتها طبعاً الإزاعة المصرية التلفزيون وطبعاً كله امتزك وأكيد كمان المصرح المصري منذ القدم وهو يقدم حالات جميلة وإبداعية مختلفة يظل الفن هو المحطة المصرية للمصريين عندما يتعبون لا يجدون إلا الفن الذي يريح الأنفس وأيضاً يشكل الوجدان ويستمتع المصريين وأيضاً أشققنا العرب بكل ما نقدمه من فنون جميلة وإبداعية خليني أسلم وأمسي على زميلتي العزيزة اللي من ورانا لأنا مساء الخير يا لأنا مساء النور شافكي يعني حلقتنا اليوم أكيد رايحة تكون أمام المشاهدين كلهم حلقة رائعة وجميلة لأنه أولاً منحكي عن رسالة الفن ودور الفن في الحياة وكيف الفن بغير صحيح وكيف الفن بيلعب دور في الوعي المتلقي والشيء الثاني لما نحكي عن الدراما والفن المصري لأنه أنا بتذكر أنه إحنا فتحنا عيوننا وإحنا نستنى مثلاً في الأردن نستنى للمسلسلات المصرية يعني مثلاً إحدى الحلقات اللي تناولناها في بيت للكل المسلسل الشاهد والدموع صحيح الكل كان في الأردن يلتف حول التلفزيون ما كان كل هالمحطات الفضائية ما كان فيه فالكل كان يستنى الشاهد والدموع المسلسل المصري فالدراما المصرية الإنتاج المصري من السينما من الدراما من المسلسلات عارفة ليه رائح جداً لأنه كمان عادتنا وتقاليدنا متقربة شو سبب نجاحه شافكي؟ يعني أنا إذا بدي أسألك سؤال يعني ليه لدراما المصرية قريبة لأدهان ووعي الشعب العربي؟ هقولك ليه أولاً اللحجة المصرية سهلة؟ سهلة؟ سهلة جداً سهلة جداً المؤلف والكاتب المصري اللي بيكتب للدراما عادةً بيشوف إلي بيحصل في الشارع إلي بيحصل في البيوت إلي المشاكل إلي الحكايات إلي ممكن الناس تبقى محتاجة هو يعبر عنه فبالتالي لما تيجي مثلاً شهده الدموع لالي الحلمية القاهرة والناس أول المسلسلات اللي زهرت هنا في التلفزيون من الحاجات اللي هي كلها من المشاكل الاجتماعية قصص الشباب، مشاكل الأجيال، العائلات فده طبعاً وعايز أقولك أن الدراما الاجتماعية بالزاد دراما البيوت والحكايات والشباب الحياة المصرية بتشد المصريين حتى اليوم عشان هيك إحنا بنحكي كل ما كان حتى الإعلام كل ما كان قريب للناس وواقعي ومن واقع الناس كل ما كان أقرب وأكثر تأثيراً صحيح فعلشان هيك حلقتنا لليوم رح نتناول يعني الفن بشكل عام ورسالة الفن والفنان كم عليه دور ومسؤولية كبيرة صحيح والشيء الثاني رح نحكي عن الدراما المصرية والمسلسلات المصرية وأكيد اللي بيحضرها هيك بيعيش أجواء البيت المصري صحيح يعني أحكي لك وأنا بمشي في الشارع المصري ويعني أنا صرت أشعر حالي كأني واحدة من أهل البيت بمشي في الشارع المصري وكأني في كل شارع بمر بشوف قصة مسلسل أنا حضرته فأدركت بأن المسلسلات المصرية مأخودة من الشارع المصري نفسه من الحياة المصرية ومن حياة المصريين وأظن الاستيديو اللي إحنا موجودين فيه هاد أكبر المسلسلات المصريين عملتهم صحيح أنا أتعامل لالي الحلمية أعتقد الشاهد والدموع يعني استوديو عشرة من الاستوديوهات الكبيرة جدا في مبنى الإزاعة والتلفزيون اللي شاهد الحقيقة فوزير شريهان شريهان ونيلي سامير غانم يعني اتعامل فيها حاجات كتير جدا النهاردة عشان كده في بيت للكل أنا سعيدة بالضيفة اللي موجودة معنا لأن هي ضيفة شبه بيوتنا المصرية يعني ممكن تحسي أن هي أختك ممكن تحسي أن هي أربتك ممكن تحسي أنها جرتك ممكن تحسي أنها يعني حد من الأرايب المقربين صديقة لك هي دخلت كل البيوت وعندها اقتدار شديد جدا بسطتها عفويتها وفضلت تقدم أدوار في أعمال مهمة لحد ما بقى وجودها في أي عمل اليوم النهاردة يبقى أنا المشهد ده هيبقى ناجح وحتلاقي عدد من الفنانين النجوم يقول لك إيه طيب يا ترى مين اللي موجود معاي يعني مين اللي موجود معاي في المسلسل بنسمي يعني زي ضفتنا العظيمة القديرة الفنان القديرة اللي معنا اليوم هي من أهم الممثلين اللي ما ينفعش يبقى فيه عمل ما يبقوش موجودين فيه بسميتيها بمصطلح قبل دخولنا للاستيديو من جهز حالنا راح ندخل فبتحكي لي يا لانا هي عدم المسلسلات المصرية حقيقة وحتلاقي أنه أي ممثل نجم وجه جديد واقف قدامها يعمل لها حساب لأن هي ممثلة محترفة شطرة رغم أن هي خريجة أدب يعني للغة الإنجليزية بسيعة أكيد حابة التمثيل موهبة والدها كان ممثل عظيم كمان وقدير فحنعرف تفاصيل كتير قوي عن القديرة سلوى عصمان إذن اليوم راح تكون حلقتنا مشاهدينا مع فنانة مصرية سميت أو كما أسمتها شافكي بأنها عدم المسلسلات المصرية سلوى عثمان في حلقتنا من بيت للكل إن شاء الله ابقوا معنا مشاهدينا زي ما بدأنا كده في البداية أنا ولانا وحكينا لحضراتكم وتكلمنا على الفن وقلنا إنه علشان أشوف فن حل لازم يكون الممثل كمان اللي بيوصل لي ده ممثل قدير يقدر يقدم لي أدوار مختلفة يقدر يقنعني بكل شخصية بيعملها ده تمام منطبق على دفتنا النهاردة فنانة قديرة في كل عمل بتعمله لازم هتلاقي نفسك أنت بتسقف وبتقول إزاي عملت الدور ده وأحيانا إزاي المشهد ده الصعب ده قدرت تقنعني بيه حنبدأ معها أكيد من البدايات بس أولا لازم نرحب بيها ووجودها معنا النهاردة في بيت للكل فنانة القديرة سلوى عثمان من ورانا ده نورك حبيبتي ونور لنا أهلا وسهلا ونورك وكلكم شكرا يعني أنا قبل ما ندخل في الأسئلة بتفرج علي كسة سلوى أول مرة أنا بقابلك يعني وإلي الشرف والله وسعيدك الله يخليك الشرف لي فحسسها نفسها اللي في المسلسلات أيوة طبع نفس الشيء وهذا اللي يمكن جعلك أقرب للناس والناس حبتك فأهلا وسهلا بي أهلا بيك حبت النوران خليني أبدأ معيك يا أولا أنا دايما يعني إيه بس تغرب أنت دارسة للغة الإنجليزية كلية الأداب طبعا كلية الأداب دي يعني الثقافة والأدب والنوفل والدراما وحاجات كتير جدا والدك العظيم فنانة العظيم رحمة الله علي والحمد هو اللي حببك في تمثيل العيشة نفسها بتاعة الجو ولا دا كان موجود جواكي من وانت طفلة بصي طبعا أكيد أنا واخدها من باوة طبعا يعني بتبقى جينات وانت بتخذي منه حب التمثيل حتى هشام أخويا برضو بيحب الفن والتمثيل وكده صحيح فإحنا بنبقى واخدين منه وبعدين ما تنسيش برضو أنه هو وماما لما اتجوزوا اتجوزوا من معهد الفنون المسرحية يعني هي كمان كانت في المعهد بس هي طبعا ما سلكتش الطريق الفني لكن الاتنين يعني عندهم يعني اللي هو الموهبة الفنية أو اللي هو الدراسة والحاجات دي كلها فطبعا يعني أكيد بالتالي الواحد بيورس منه حاجات وبيخليني أحب الفن وبعدين وإحنا زوايارين برضو كنت أنا وهشام يعني بيعمل بابا حفلات كده كان هو موجه أول تربية مسرحية وكان بيعمل حفلات لكل الأعمار يعني مثلا حضانة إعدادي سنوي مش عارفة إيه كله فأنا اشتركت معا كذا مرة في الحفلات دي كانوا بيعملوها في جماعات الشبان المسلمين اللي في السكندرية فطبعا لما أبقى من سبع سنين وبقف على مسرح فطبعا إيه دي حاجات كلها كل الحاجات دي بتخلي الواحد طالع بيحب الفن والشغلانة يبقى كم بتلحب دور يعني أكيد الموهبة الجينات بتلحب والموهبة ساعدت وسقلت هلأ برضو من الأشياء ست سلوة اللي بيخلي الفنان أو حتى الإعلامي فيه إلو قدوة وفيه ناس داعم إلو المخرج المخرج ضروري في حياة الفنان في حياة الإعلامي أستاذ عاطف الطيب كان له أثر كبير في حياتك وأنا لما سألت فبيحكولي من أكبر ويعني من عظماء المخرجين في مصر يعني وكان الأقرب للناس يعني هو كان مخرج واقعي نحكي عن تأثيره في حياتك أنا اشتغلت مع عاطف الطيب اللي هو فيلم ملف في الأداب وكانت الفنانة الجميلة جدا الله يرحمها أستاذها مديحة كامل وكان فريد شوقي وصلاح السعداني وقلفة إمام وأحمد بدير وشوقي شامخ كنا احنا الأبطال بتوع الفيلم فإن أنا أبتدي في السينما أبقى بطلة مع كل الفطاحل دي وطبعا اللي اخترني أستاذ عاطف وأستاذ وحيد حامد لأنه هو وحيد حامد اللي كان كاتب الفيلم فيعني كون أن أنا يعني ناس فنانين كبار أوي زي دول يشوفوني كنت أنا عاملة مسرحية تحت عبد المنع المدبولي اللي هي مع خلص تحياتي كان برضو فيها فنانين كبار وأستاذ سوريا حلمي وأستاذ سلام الياس ويعني أستاذ محمود مسعود وطبعا عبد المنع المدبولي طبعا وفؤاد أحمد فيعني إيه لما كان ساعتها فيه نهد رشدي وعفاف رشاد وأنا كان ثلاث بنات فأستاذ عاطف ساعتها اخترني وقال أنا عايزها في ملف في الأداب فمعرفش بقى كان هو وأستاذ وحيد لاتنين شافوا المسرحية فاختروني منها فطبعا أن أنا أبقى مع الناس الجامدة دي كمخرج ومؤلف ونجوم فطاحل وفي وسطيهم فده شيء يعني طبعا عمرك ما سألتي عاطف الطيب فناني كبير لأنه هو اختارك من على خشبة المسرح عمرك ما سألتي إيه اللي حبيته يعني إيه اللي لفت انتباه علشان تبقي موجودة في الفيلم أكيد في حاجة معينة هو يعني عجبته وشدته هو فيه مشهد في الآخر في المسرحية مفروض مشهد فيه إحساس قوي يعني فاللي هو أن أنا مش عارفة أختار يعني أبويا مش عايزني أتجوز محمود مسعود اللي هو يبقى ابن مدبولي في المسرحية فأنا بكلم أستاذ مدبولي وبعاية وبقول له أنا مش عارفة أختار إيه أنا الإنسان ده أنا بحبه وده أبويا يعني أنا محتارة وقلبي مش مرتاح ومحتارة وعايزة يعني إيه أوصل لشيء يريحني يعني فأنا عملته الحمد لله ده مش أعتقد إنه ده من المشاهد العطف الطيب ممكن يكون شافها فلإن أستاذ مدبولي نفسه كان موصود جدا جدا لإنه أنا بعمل كنت المشهد بإحساس قوي فمتهيالي والله أعلم أستاذ أنا مسألتهش بس متهيألي إنه ده من المشاهد ده 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 اللي كان اللي نور عنده آه آه لإنه أنا لما دخلت لما عملت في وإحنا في المحكبة مفروض إن أنا فيه في الآخر جملة بقولها برضو إن أنا بقولهم يا جماعة أنا لسه أنسة ولو أنتم مش صدقين لإنه هما كانوا متهميننا إنه إحنا بنات مش كويسين فالمهم بقول لهم أنا كذا وبتاعه لو في حد يكشف عليا بس تكون دكتورة واحدة ست بقولها طبعا بكل عارفة القهر طبعا اللي عندي إن أنا بقول كلام زي ده فلاقيت أستاذ عاطف الطيب بعد ما خلصت الجملة أولا هو كان متصور لأنه حعيد مئة مرة عشان أوصله الإحساس اللي هو عايزه فالحمده لله والشكر لله أنا عملت الإحساس اللي هو طلبه بالزبط لأنه أنا قلته من جوايا يعني أنا تخيلت نفسي في مطرح البنت دي وإنها متهمة بشيء مش موجود فيها فعملته بكل اللي جوايا فأجي بقصت ليته جايلي بيقول لي أنا مش عارف عامل ماكي إيه يعني مش عارف أقولك إيه مبسوط قوي 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 فطبعا أنا كنت سعيدة وده كان مشهد من أهم مشاهد الفيلم كلنا كان مشاهدنا مهمة طبعا بالنسبة لي ده كان من أهم مشاهد الفيلم يعني زيك خلاصة طبعا مديحة كامل ما شاء الله برضو كتعمل مونولوج فزيع وبتاع وقالت له القاضي أنا البراءة بتاعتك ما تلزمنيش الناس هتيجي تقول عليا برضو مش عارف إيه ده لأنه أي حاجة بتتقال على بني آدم بتقعد تاخد فترة مع الناس سنين على ضمن على ما الناس اللي هم ينسوا حاجة زيك حقيقة الكلام مع الرائعة سلوى عثمان يعني يحتاج يعني وقفات كثيرة ومحطات كثيرة في مشوارها الفني تعالوا في فاصل قصير ونعود ونتواصل مع حضرتك ونكمل الحوار مشاهدينا مع الفنانة سلوى عثمان فيه أكيد ذكريات خلف الكاميرات وكواليس أشياء إحنا ما بنعرفها كمشاهدين إحنا منحضر المسلسل بس ما بنعرف شو بسير من ذكريات وكواليس نحكي عن الكواليس خلف الكاميرات والتصوير مع الفنانة مديحة كامل بسي الفنانة مديحة كامل كانت بني آدماء جميلة جدا وما كانش عندها مثلا مش حاسة أنا مديحة كامل ولا الكلام ما عندهاش كان الكلام ده خالص وبعدين مرة أعزمتنا في البيت عندها بعد فيلم ملف في الأداب لما خلصناه كده شخصية يعني لذيذة متصلحة مع نفسها بسيطة بسيطة وحاجات كتير قوي بجواها كانت جميلة يعني أكيد طيب أنا عايزة يعني أعرف برضو يعني وجود فنان كبير زي يعني والدك العظيم عثمان محمد علي إيه اللي تعلمتي منه يعني إيه اللي خدتي منه تعلمت إن أنا أولا تعلمت الالتزام جدا بابا ملتزم كان الله يرحمه بموعيده زيادة عن اللزوم حتى يعني لازم يروح في معاده أو قبل معاده ومش عارف إيه والكلام ده الالتزام بالموعيد والحاجات دي في الشغل ده كان موجود عند بابا تعلمت منه كمان إن أنا لما أعمل حاجة يعني أعملها حقيقة لهو أحط نفسي مطرح الشخصية اللي أنا بلعبها علشان لما يعني لما أقولها أو لما أحاول أوصلها للجمهور توصل إن هي فعلا دي فلان الفلانية أو دي الشخصية اللي إحنا بنقدمها ليهم مش إن ممثلة بتمثلها فهو كان برضو كده يعني كان بابا عنده إحساس عالي وكان عنده اللي هو إن هو يبقى صادق في المهنة بتاعته صادق في تقديم الدور فالحاجات دي كلها أعتقد إنها بتفرق مع الفنان أول دور عملتي وكنت أكيد الواحد لما يبقى أبوه في المهنة يبقى شغير إن وأبوه لكن كمان يبقى عامل حسابه مرتين يعني مرة إن هو فنان ناقد ناقد ومرة برضو إنه يعني الأب بيبقى فرحم ببنته بس إيه أول دور لما عملتي إيه أول الحاجات وتعليقات وكانت عليك يا عامل إزاي بس يا هو أنا عملت معا مصرحية أنا وهو كان اسمها الأستاذ كان مصطفى سعد هو اللي كاتبها وهو المخرج بتاعها كانت في مصرح غرفة كنت تاني بقى وهو مباشرة بنشتغل مع بعض فهو يعني كفنان ما بيديش يعني بيدي الراحة النفسية للفنان اللي قدامه أيا كان مش دروي تكون بنته بس يعني فما بالك لو بنته قدامه بيبقى برضو يعني إيه مديها الثقة مديها إن هما الاتنين يبقوا زي ما كرة بينج بونج بينهم وبين بعض الحوار يعني ما بيعملش رهبة هو بشكل عام لأيهم بالعكس كان مريح جدا الله يرحمه يحسن إليه كان مريح قوي قوي في الشغل مع الآخرين فطبعا أنا كان معايا الحمد لله طبعا كان يعني كان عملنا شغل حلو مع بعض لأنه إحنا الاتنين حسنا إن إحنا مفيش طبعا وأب وبنته مفيش بينهم إن هما مش عارفين بعض أو بلسة بياخدوا على بعض يعني فيه راحة أكيد فيه راحة أكيد بالنسبة للشغل بتاعي أنا اللي أنا بعمله يعني بحس إن هو بيبقى مبسوط إن هو كل الحاجات اللي هو علمها لي أو اللي أنا اللي جوايا منه منه من قرصتي ليه كلها بحاول أحاول أحاققها للجمهور قد مقدر رسالة رسالة يعني وكأنه الفن رسالة آه طبعا رسالة طبعا رسالة يعني هون فيه أهداف وفيه رسالة توارستيها من والدك وبتكمل الرسالة لأجيال تانية بزاف 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 ستسلوة لكن إحدى المقولات التي يعني أنا سمعتها إنه حضرتك قليلة الأصدقاء في الوساط الفني مصبوط بسي هو أنا إيه يعني طبعا هما زميلي بحبهم جدا جدا كلهم أكيد 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 وببقى يعني ساعات فيه أكتر الزمل اللي أنا اشتغلت معهم بيبقى فيه كيميا بيننا وبنطلع الحمد لله شغل حلو قوي بس أنا يعني ما عنديش اختلاط قوي في الوسط يعني اختلاطي إن أنا جوا شغلي أكتر أكتر حاجة ليه بقى سحاب برا اللي هما معايا كانوا في المدرسة أو بتفصلي تماما يعني ما عنديش تصوير بترجعي لصحابك وخياتك لكن ممكن مثلا إن إحنا يعني مثلا مرة وفاق عمر عزمتنا كلنا عندها في البيت لما خلصنا عرب وبتاع يعني مش بقول لا أنا ما ليش دعوة بيهم أو بس يعني بنبقى مع بعض في احتفالية في شغلنا آآ لسه مخلصين عمل آآ لسه مخلصين عمل وكده فلكن بقى كده الواحد كمان كل واحد بعد كده حياته بتشغله يعني لأنه كل فنان بيبقى إحنا طول الوقت مرتبطين لأن إحنا بنعمل عمل واحد مثلا ورمضان طبعا بيخلينا كلنا جوا المسألة وكده طبعا وبيبقوا تحت ضغط وكده آآ وأول ما بنخلص بقى إيه اللي بيسافر هنا اللي بيروح هنا اللي بيجي هنا فممكن بردو الحياة تاخد الممثل أو الفنان يعني بس يا لانا فنانة سلوى عثمان من الناس أنت بدأتي تقريبا ده نقول في نهاية السبعينات تقريبا أشاء آآ آآ بدأتي فلو أحدت تشوفي كمية الأعمال يعني أنا عشان أكلمها دلوقتي أنا ممكن أكلمها على تاريخ يعني أعمال كتيرة جدا يعني أنت موجودة في أعمال عظيمة يعني كلها أجمل من بعض حتى شافكي يعني عفوا للمقاطعة سلوى شافكي في الغرفة أنا وياها عم نجهز بدنا ندخل للاستيديو يعني نجهز حالنا فبتحكي لي يا لانا دي عظم المسلسلات المصرية يا حبيبتي يعني هذا وصف كتير عظيم يا حبيبتي يعني دي حقيقة و هي عارفة كده كويس يعني لما بتشوفي سلوى عثمان في مشهد بيعلي المسلسل يعني يا فاكرة كويس قوي نصا دورها قريبا في جعفر العمدة الناس بقت سايبة كل العمل وقعدة مركزة مع الدور بتاعها مع أن دوري كان في الآخر بس قد إيه كان مهم مهم بالزف هتعمل إيه هتقول إيه الدنيا دور صحيح موهاش كبير ولكن كان مهم جدا جدا في العمل وهنا أنا حسألك يعني المشوار اللي هو من آخر السبعينات لحد النهاردة بقى أعمال بقى عظيمة يعني لو عادنا نقول أسماء الأعمال كلها أجمل من بعض الحمد لله سلوى عثمان كانت بتحلم بإيه يعني إيه الدور اللي اللي يعني لو أنت جيتي قلتلي أنا في كل الأدوار دي في أدوار بالنسبة لي محطات يعني نقلتك وفي أدوار خلاص يعني كان لازم أعملها وراحت لكن في أدوار تفضل هي بالنسبة لك هي العدم بتاعك أنت يعني هي لنقلتك إيه الأدوار دي وإيه الأعمال دي هو أنا الحمد لله من الأول ما اشتغلت وأنا باشتغل مع يعني فنانين كبار سواء أستاذ عاطف أستاذ وحيد حامد طبعا بعد كده يعني أعملت مثلا البشاير مع أستاذ وحيد حامد مكان جميل البشاير يعني دي على فكرة علامة جمدة جدا لأن أنا عادت فترة طويلة جدا جدا يقولولي بياضة يعني نفسه لما أنا ماشي في الشرع يقولولي بياضة أيوة فالمسلسل كان حلوة قوي وماجح قوي ومحمود عبد العزيز طبعا الله يرحمه طبعا وأستاذة مديحة وأحمد بدير وإنعام الجريتلي إنعام كانت خطيرة جدا جدا صحيح وأمينة رز صحيح وأمينة رز دي كانت عبارة عن عسل أيوة فالحمد لله أن أنا البداية برضو كانت بداية كبيرة مش صغيرة بعد كده بقى فيه ابتدت أشتغل طبعا في حاجات بقى ملف الأدب والحاجات دي كلها لأ ملف الأدب كان قابل بيضة المهم يعني وصلت بعد كده فيه أنا بحس فيه نقلة تانية والحمد لله كانت كل الشغل حلو وكل حاجة بس فيه نقلة تانية جات في حياتي من أول سجن النساء طبعا طبعا يعني سجن النساء برضو عمل بالنسبة لي زي ما يكون بداية بداية جديدة صحيح يعني أنا فاكرة ساعتها كانت أستاذة كاملة أنا طبعا كنت خايفة قوي لأن أنا ايه مش عارفة دور سجانة بقى وبتاعها طبعا كانت مع نيلي كريم آه ونيلي كريم وكده وكاملة أبو ذكري يعني عارفة إزاي فالمهم أستاذة كاملة قالتلي بعد وإحنا بنشتغل وبتبدأ دينا نعرض وإحنا كنا لسه بنشتغل فقالتلي إنتي شوفتي السوشيال ميديا بتقول عليكي إيه قلتلي أنا ما عنديش ما كانش عندي فيسبوك ساعتها فالمهم قلتلي لا لا ما قالتلي لا لا عملي فيسبوك بقى وشوفي الناس بتتكلم عنك إزاي فطبعا أنا دي أولا جملتها دي فرحتني طبعا لأن معنى إن فنانة كبيرة مخرجة كبيرة زي كاملة أبو ذكري تقول لي كلمة زي دي يعني هي بتقول لي إن في حاجة هو كان دور صعب آه دور صعب مخفتيش من الدور ده أصلي دور سجانة ده سجانة يعني روحتي قابلتي شخصية آه إحنا قابلنا في أم أحمد كانت في عزبة السجن اللي إحنا كنا بنصور فيها كنا بنصور في بيوت فيها وكده فطبعا أم أحمد دي يعني سجانة سجانة خدت منها إيه؟ لأن أنت كنت شديدة برضو في العمل ده آه يعني أنا أنا خدت منها طريقة السجانات حتى لو يعني أنا فاكرة أن أستاذة كاملة مرة كنت باكل وبتكلم يعني قاعد على الطبلية وبناكل وش عارفة إيه فأنا بتكلم بطريقة وباكل بطريقة إيه السجانة لما تقعد وتتكلم وش عارفة قلت لها يعني بقول لإسمائيدي قولي قولي إحنا معيك يا عديني آه نيلي كريم بقول لها أنت مش عارفة لازم تعملي كذا وكذا عشان تبقي سجانة والدبانة فطبعا الدبانة دي عجبة كاملة جدا اللي هو بتتكلمي زي ما هم بيتكلموا وزي ما هم طريقتهم قمصت الشخصية نفسها آه يعني بصي أنا ساعات بقول إيه أنا مش بعمل حق يعني ببصة لاقي نفسي بعمل الحاجة أنت عارفة لما تحس أنك أنت بتدخلي تعملي حاجة فجأة لاقي نفسي أنا عاملة شخصية طبعا أنا بقراها وبحفظها طبعا لازم بقى حافظة كويس جدا عشان الحفظ ده بيبقى إيه يبقى انتهى بالنسبة لي وبمثل بقى فببصة لاقي نفسي زي ما كون فجأة في عفريت ريكب مثلا أو حاجة حصلت لي جوه قدام الكاميرا أن أنا بعمل الشغل ده بقيت السجانة دي خلاص بقيت السجانة فجأة بلاقي نفسي بقيت السجانة بالكلام والمخرج طبع بصي الكتابة والمخرج والممثل التلاتة دول ما يقدرش يستغنوا عن بعض طبعا ما ينفعش أن أنا أبقى مثلا مع مخرج ضعيف وأنا كويسة أو كده بينقص حاجة مثلا في طريق الإخراج في الكدرات في البتاع يعني ممكن الحركة يعني ممكن مثلا مخرج يديلك حركة تخليك تقولي الجملة أحسن من حركة تانية طبعا يعني عارف أن هو ممكن يقولك إيه تقومي في الحتة دي تتكلمي فالحاجات دي كلها بتفرق الكدرات اللي بياخدها الحاجات دي المؤلف كمان لما بيبقى كاتب كلمة حلوة كلمة أنت تحسيها يعني أنا قعدت فترة عملت اللي هو بعد كاملة أبو ذكري السجانة عملت اللي هو أفراح القبة طبعا حمد يسيني أفراح القبة كان فيه مشهد قاعدوا الناس برضو يعني حسينه فترة طويلة اللي هو وأنا بحمي يد نصار اللي هو طارق رمضان في المسلسل وببكي وبقوله ما تسيبنيش وبحلفه بغرمتي اللي هي كاتبونة زاكير أنا أديها الصحة والعافية يا رب بحلفه بها اللي هي مفروض أنها غرمتي لما توفت فالمشهد ده أنا لقيت حتى محمد أمين راضي مش من نوع اللي بيقعد يعني يقول للممثلين كتير إنه مثلا ده حلو أو بتاع فبيقول لي عجبوا جدا المشهد طبعا محمد يسين طبعا هو اللي كان مخرج طبعا وبعدين أنا عندي كان داعم جميل قوي ربنا يرحمه يعني من أكثر الناس الداعمة ليا كانت الأستاذ وحيد حامد طبعا كل ما عمل شغل والله العظيم كل ما عمل شغل اللي إيه بيكلمني في التليفون يقول لي إيه اللي انت عاملات ده إيه اللي مش عارفة إيه ده إيه فبيخليني كل مرة يعني والله ساعات ببقى بفكر أعمل حاجة حلوة قوي عشان ألاقيه يكلمني يقول لي أنت عامل حاجة حلوة الحقيقة كان دايما مفيش مسلسل يعني سجن الناس أكلمني في أفراح الأوبة أكلمني في البرنس يعني عارفة كل مشهد أبصة لقيه يعني بقى حلو كده فلقيه بيكلمني وبيشجعني فأكد حاسة أنه هو دعم كبير جدا جدا لي طبعا طبعا بيفضل الفنان محتاج كلمات الدعم مهما كان عظيم أكيد هقولك الحاجة أنا أنا ببقى أحلى وأحلى كمان لما حد يقول لي الله حلو قوي اللي انت عملتي ده فيه ناس تبقى عارفة مثلا كويس كل حاجة بس ما تقولش لا أنا بحب حد يقول لي كلنا التقدير هو موضوع التقدير كم هو مهم حتى في الحياة الشخصية يعني بشجعك أكتر بشجعك أكتر وفي الحياة العملية نفس الشيء اسمحوا لنا مشاهدينا الأعزاء أن نتوقف مع هذا الفاصل وأنا أعود إليكم لاستكمال الحوار مع الفنانة المصرية القديرة سلوى عثمان بس السلوى الآن رح ننتقل له مشواري كتير طويلة يمكن إحنا مع حضرتك بدنا حلقات طويلة حابب الآن آخر عشر سنوات يعني هذول آخر عشر سنوات كان في أعمال واضحة وناجحة وركزت برضو في الوعي العربي والمتلقي العربي نحكي عن آخر عشر سنوات كيف يعني وين كنا وين صرنا يعني هلا في ظروف تغيرت في طبيعة حياة وناس أثرت فيها السوشال ميديا طبيعة الأنفس الناس اللي في الشارع العربي برضو تغيرت وين أسهل في التعاطي مع السيناريو والناس والتأليف أول ولا هلا يعني لا طول الوقت مش مش يعني مش قبل كده ما كانش في تأخذ وتجي من السيناريو وتعمليه أو لا ولا دلوقتي ما هو الواحد لما بيختار برضو ما أنت بتختاري يعني بتختاري السيناريو اللي تقداري أنت تحس أن هو تتقمى صيوتي أه تحس أن هو أولاً الدور تحس أن هو في عظم الرواية وده حاجة حلوة أو حتى لو دور كبير أو صغير الكلام تحس أنك أنت لما هتقوليه هتحسيه يعني فيه كلام بيبقى مكتوب بيطلع إحساسك كمان يعني لو أنا عندي إحساس إراث الكلام بيزود الإحساس 24 طبعاً فأي حاجة حلوة قدامي أو أي حاجة وأنا طبعاً باخد الورق وبشوفه كده هو وبحس أنه أنا هحس ده الكلام ده يعني أنا فيه حاجة أنا مش أول مرة أقولها بس يعني قلتها قبل كده كان فيه مسلسل بتاع سقوط حر أنا دوري كله كان عادي ما فوش حاجة فلكن لقيت مشهد واحد مشهد أنا خدت الدور ده عشان مشهد أنه أنا كانت ستة دي مسجونة ومسجونة في حتة فيها الحالات النفسية أو كده كان بيجي لها هلاوس وبتشوف قدامها حاجات ومعرفش إيه وكده فالستة دي فيه في مرة حست أنها بتكلم الشيطان وشيطان بيكلمها ومسكت السكينة عشان تقتل الشيطان ده فقتلت ابنها ده صعب كان قوي أنا أنا قريت المشهد ده قلبي واجعني قلت لأ ده أنا هعمله حتى لو حتى ما فيش ولا مشهد تاني وعمل مشهد ده بس عروح هعمله فتعرفة أنا بقيت حساية وأنا بعمل مع نفسي بروفة في البيت وبقراه فطبعا أي حاجة بتخديها وتحس إنها قريبة منك دي بتبقى حاجة لازم حتتعاطي وتخدي وتدي منها وتعمليها وتبقي مبسوطة بيها وتكتهدي قوي إنك إنتي خمان تبسطي الناس اللي قدامك اللي هتفرجوا عليك بيها طب يعني ممكن لأنا قالت برضو سؤال مهم العشر سنين الأخيرة إنت شاركتي الشباب في أعمال كتير جدا يعني وقابل العشر سنين برضو كان عندك أدوار كتير مهمة بس أنا كنت بلاحظ حاجة إنه سلوى عثمان إيه يعني ما بتقفش عند دور يعني ممكن تشوفيها طيبة وممكن تشوفيها بنت حلال كده وست جدعة وأميرة وممكن تشوفيها يعني إيه مش شريرة بس تبقاش عارفة هي إيه هي عايزة إيه يعني وممكن تشوفيها يعني إيه مش عارفة لا هي الشر ولا هي النفاق فالأدوار كلها يعني في ممثلين عاشوا عمرهم كلهم أدوار شر طيبين على طول أدوار خير وعاشوا عمرهم ما عملوا دور شر ما شفتش عندك ده لا أنا عملت دور شر مرة في ستهم عملت دور شر زمان بس يعني مش مش موجود قوي دلوقتي مش باين قوي لا عملت مع ستهم في مسلسل ستهم بتاع روجينا روجينا الأمر حبيبي تقلبي ومع الأستاذ رقوفي عبد العزيز عملت دور شريرة اللي هي كنا في السعيد وبتاعه وأخوها ووكل حقها ومش عارفة إيه وأنا بقى مراته اللي بتقاسي وبتقويه ما كنتش بتخافي من الدور ده ما عملوش بقى ناس تكرهني لا بالعكس ده أنا نفسي أعمل أدوار مختلفة نفسي أعمل أدوار متنوعة بس على شرط تكون مكتوبة كويس لأن إنتي لما تعملي مثلا تاريخ وإنتي على طول طيبة وبتعيطش بشرف إيه وبتاع إيه بستفزك الشر ولا الطيبة ولا مين بستفزك لا أنا الطيبة أقرب لي بس أحب برضو إن أنا أعمل حاجة فيها شر بس مكتوبة حلو لأنه شر بدون كتابة برضو مش عايزاها مش هيديلي التنوع اللي أنا عايزاها مش هيديلي النقلة اللي أنا عايزاها لأنها بقى بقول كلام يعني عارفة مش كلام حلو فيه صحاجة كده تخليك تبقي مش طايقة الست اللي قدامك دي يعني شايفاها مجرمة مجرمة مش بس بيها وهي بتمثل لا كمان الكلام فأنا لما بحب أعمل حاجة بحب إن الكلام يكون برضو طبعا مكتوب كويس حلو للشخصية للنقلة أكيد وبساعد بساعد كتير ست سلوى منورة بأهلها تجربتك فيه ويعني في إحدى اللقاءات قلت بأنه يعني علم كتير وتجربة من أهم أعمالك نحكي عنها شوي كانت أول مرة في منورة بأهلها أشتغل مع أستاذ يسري نصر الله طبعا هو مخرج كبير جدا جدا بس برضو ليه طريقته له أدواته له الشغل اللي هو بيبقى طالبه من الممثل اللي قدامه فأنا يعني إيه لما قريت الشغل وكده ومفروض إن أنا قعدة مع ابني ابني ده كانت قتل فقعدة مع ابني في المقبرة نفسها هو المسلسل ده كان صعب عموما آه وغريب آه ومش سهل يعني يعني أنا متالي كانت معي ابنه على حجري حاجة كده وأنا قعدة في المقبرة جنب ابني فأنا طبعا رايحة وبجهز نفسي عشان أعيط وسح وحاجات كده فاللي هو دخلت قال لي أنت تعياتي ليه تقول له بعيات ليه ابني أنا قعدة جنبه وهو في المقبرة وإحنا ده ميت قال لي أنا مش عايزك تعياتي خالص قلت له معقولة قال لي دي ست يعني ايه هي كانت شخصيتها قوية كده شوية حينينا قوي قوي وقوية قوي قوي آه فقال لي قال لي أنا عايزك ده ده ابنك مات مقتول فأنتي مش هتعياتي زي السعيدة كده اللي هو مش هيعاته إلا لو خدوا ترهم الأول أيوة فقالت أول مرة عامل حاجة زي كده يعني اللي بقولك دخلة مجهزة نفسي بقى وعملة فتكر كل السعر بتشحني نفسك بتشحني نفسك بشحن دخلة بشحن وكده فقال لي مش عايزة ولا دمعة تنزل منك خالص وده صعب برضه آه لأنه المشهد صعب وأنا مفروضة بقى يعني يعني لأ يعني أنا عايزك تتصرفي كأنه مفيش حاجة قال لي دي مش هتبقى مش هتبقى مرتاحة أو تبتدي تعاية حتى إلى بعد ما تاخد طريب منها أيوة أيوة فطبعا كتأول مرة بالنسبة لي أعمل حاجة زي كده طبعا فهو طبعا له تفكيره له طريقته له وجهة نظره اللي هو بيقدمها من خلال المسلسل فيعني الحمد لله أن الواحد اشتغل مع مخرجين في تنوع حتى في الشغل بتاعهم عايزة أسألك سؤال مين بي نفسك؟ يعني كل واحد فينا بيشوف ليه منافسين سؤال صعب يا شافكي مين اللي أنت شايفة إنه مين بي نفسك؟ أنا عايزة كنتي اللي تقولي بش أنا تقول يعني ده أكيد هيبقى رأي مشاهد أكتر من رأيي أنا لا يعني بتقلقي من المنافسة؟ تقلقيك؟ ممكن طبعا ممكن بس أنا باعتمد أفضل عارفة ليه بقول كده لأن هي جامدة عطويلة هي بريئة وطيبة وكل حاجة دلوقتي بستعمل يعني ما بنبقاش عارفين يعني هتودي المشهد لغاية فين فإنه بتبي واقفة قدام نجوم كبار أسماء كبيرة جدا تختفي المشهد أحيلا منها حصل كتير معاك ماش عارفة ممكن بس يعني أنا معرفش إيه المنافس بالنسبة لي أو مين المنافسة بالنسبة لي لأنا ببقى مركزة أكتر في أن أنا يعني ما يهمنيش المنافسة قد ما يهمني أن أنا عمل دور حلو يعني اللي هو طبعا هعكس السؤال مين تحبي من الوجوه الجديدة اللي اشتغلت معا وحسيت أن فيه كامية رائعة؟ والله أنا اشتغلت مع كل اللي اشتغلت معهم الحمد لله كان فيه كيميا يعني وقريب قوي اللي هو حق عرب أنا كان فيه كيميا جامدة بيني وبين أحمد العودي جدا صحيح جدا يعني وهو كمان الحقيقة يعني وصل العلاقة لكده إنه إحنا نطلع إحنا الاثنين على الشاشة أم وابنها يعني مش أنا الواحدة بصراحة يعني أنا وهو هو كان في الكواليس مهتم بي جدا ومامته ومش عارفة إيه وطبعي إذا إيه يعني عارفة ابتدي إنا ناخد على بعض قوي وهو يعملني كأم ليه وإحنا في الكواليس فبالتالي بانت الحكاية حلوة جدا جدا عشرة الزكين هو يخلق الحالة نفسها آه يعني أنا إيه لأن أنا ما كناش نعرف بعض يعني أو ما كانش فيه بيننا لينك قبل كده بس هو أولا هو كان فرحان إن أنا بعمل معا الدور وأنا كنت فرحانة برضو إن أنا بعمل معا الدور فابتدينا بقى إيه ناخد على بعض ونتكلم ونهزر ونقعد ممكن نقعد ناكل مع بعض في البريك مش عارفة إيه لغاية ما وصلنا إحنا الاثنين إن إحنا إن أنا بقيت إيه حاسة إن أنا أمه اللي فعلا يعني إلى جانب إن أنا كمان كنت حاسة الدور من قبل حتى ما نقف قدام بعض لما أخذت الدور وقريته وكده حسيت إن الست دي أقول إن الست دي كده عجباني جدا عشان هي ستة بسيطة وفي نفس الوقت بتربي رجالة ومطلعة واحد محامي ومطلعة تاني راجل يعتمد عليه وحاجات كده وبعدين شديدة قوي قوي وإحنا هنا قوي قوي أنا بحب قوي الأم دي بعشاقها الأم دي اللي هي في وقت ما إنتي تبقى محتاجة إنك إنتي تبقى الست دي جديدة أنا كنت أمي كده على فكرة الله يرحمه ويحسن إليه كنت اللي هي ممكن تبقى جديدة مع أنا جدا وإحنا هنا في نفس الوقت جدا بس في إمتى تستعملي دا وإمتى تستعملي دا فأنا دي يعني بحب قوي شخصية الأم دي اللي هي مش مش أحدية البعد اللي هو واحدة يا إما عصبية ووحشة إما إحنا هنا لدرجة القوائع اللي الطفل يطلع مدلل أو خايب أو بتاع لا أنا بحب الست اللي مليانة حاجات لأن الست مهمة جدا إنها أم وهي اللي بتربي أجيال أكتر من الرجل لأن الرجل برضو بيبقى برة وبيشتغل ومعتمد على إنها بتربي فدي بتبقى بالنسبة لي شخصية عظيمة قوي قوي إن أنا عملها ننتقل لجيل الشباب ومحمد رمضان ومحمد رمضان كمان أشتغلت معاه محمد رمضان كمان شخصية جميلة جداً 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 جعفر العمدة مش بس جعفر العمدة عملت معاه كمان البرنس زلزل وزلزال مس وأسان كانت كوميدي بس كل العيال تأرتهم برا الشقة لا محمد رمضان كمان أنا لما أشتغلت معاه استريحت جداً واتبسطت جدا من شغلي معاه وإنسان زوق قوي قوي مع زوق ملاقه وبيحبهم جدا وأنا يعني بكت حسن هو كأن إحنا أسرة مش كأننا مثلا زملاء بمثل مع بعض إحنا دلوقتي عشان أنت عملت عملت كثير وناس كثير على فكرة يعني مش بس ما هو إحنا هناخد الناس الكثيرة دلوقتي حنقولك أسماء كده وقللنا كل واحد بالنسبالك عنوانه إيه بالنسبالك أو عاوزة تقولي إيه عليه كم لابو ذكري مخرجة كبيرة وعظيمة وبتحب الممثل قوي قوي وبتطلعه في أحسن حاجة ممكن يطلع فيها يعني تحس إن هي بتجيله من روحها اللي هي حباها اللي إنها بتحبه بياخد منها دفع حلوة قوي للشغل فنان أمير كرارة إحنا زي كأننا رح نلعب لعبة هلأ آه ماشي يلا أمير كرارة برضو اشتغلت معاه جميل جداً جداً الحمد لله يعني مفيش حد أبداً اشتغلت معاه كانواحش بس أمير كمان جميل وتحس إن هو زميل برضو يعني فيه كيميا بينك وبينه لما توقف تشتغلوا قدام بعض برضو تبصت جداً جداً في الشغل معا أيام ناس للأغراب الزعيم عادل إمام ده زعيم قصة لوحده الزعيم بقى كبير بتاعنا يعني الزعيم فنان طبعاً كبير جداً وتتعلمي منه أنت قاعدة يعني حتى كنت عاود ألقت كده حتى منه وهو بيتكلم حتى عادي مش عارفة إيه من بقاعدين في أو في الشغل بيبقى عندك رهبة أنا وقفة برضو الزعيم عادل إمام دي رهبة بيبقى عندي فرحة فرحة أنا بفرح لما بقف قدام فنان كبير أكتر من رهبة ممكن الرهبة تاخد حتة شوية شوية في الأول بعد كده بقى لازم تشيلي الرهبة دي عشان تعرف تشتغلي لأن لو فضلت مخليها مش عارف أخد ودي منه والفرحة يمكن بتغطي كمان أنا عملت معايا جردل وكانكة لهو بخيته عديلة وعملت معايا اللي هو رسالة للوالي ده سنما كل ده سنما آه رسالة إلى الوالي عوالم خافية مسلسل لا ما عملتش معها ولم أعرفشي كل الناس العوالم خفية ما عملتش معها ولم خفية ما عملتش معها ولم خفية لا صح أنا عملت معها ولم خفية فعلا أنا لناسيا شوفي احنا بدنا بس ننوح للمشاهد بتعرفي ست سلواء انت نسيتي لأنه من كتر الأعمال الضخمة اللي انت عملتيها لكم الهائل يعني بصير انه شوفي كم أخذ منك وقت وجهد وتحب بس مرات الواحد بينسى لما يكون في عنده مجموعة كبيرة من الأعمال عشان هيك ساعت في حاجة الناس بتفكرني بحاجاته أنا بتذكرك فيها زعين ساعتها في عوالم خفية أنا كنت عاملة معاه ماشا ده أنا وهو أنا وهو بس يعني فطبعا بتبقي قاعدة قدام عادل الإمام يعني لأولا لازم تبقي كويسة جدا عشان هو ممكن يكلك أو يدحكك أو يدحكك طبعا فبتبقي منتبه جدا والدخل الدور قوي عشان خطر تبقي تزعرفي السندي عملتي كم تيك في المسلسل ده حصل إعادة لا لا أحلى حاجة من تيك وان آه ماهو ده بيبقى يعني عارفة ده وش القفص زي ما بيقوله صح نروح لأ الفنان أحمد السقة أحمد السقة كمان جميل عمالت برضو معاها نفس المسلسل مع أمير كرارة وشخصية جميلة جدا جدا وشخصية حبة شغلها ويعني الفنانيات دول اللي هما بيبقوا نجوم بيبقوا عارفين يعني إيه نجم عارفين يعني إيه نجم في التعامل مع زملائه في التعامل مع شخصيته اللي بيقدمها في التعامل مع العمال ومع الفنيين ومع الناس اللي موجودة لأ برضو كان من أحسن الشخصيات اللي أنا اشتغلت معاها دونيا سمير غانم دي حبيبتي حبيبة ألم هو عايزين نعرف بقى الحب إيه دي حبيبتي جدا 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 يعني أولا هي فنانة كبيرة مش هي شابة صغيرة بس هي فنانة كبيرة بتغني بتمثل بتعمل استعراضات كوميديانة تراجيديانة قولي دوري على حاجة كده عندها ما تلاقيهاش مش ممكن هتلاقيها يعني عندها كل مقاومات الفنان الكبير يعني كشاب بس غنطوطة بس كمان فنانة كبيرة قوي قوي معجونة كده من سمير غانم ودلال عبدالعزيز فرق معاها طبعا طبعا دين فنانين كبار زي دلال عبدالعزيز الله يرحمها لا يرحم وأستاذ سمير غانم الله يرحمه ده عائلة فنية لازم تتهايجني في وسطيهم بالفن طبعا أكيد فأمي سمير غانم كمان اشتغلت معاها سوبر ميرو أيوه كان برضو جميلة خفة الدم كلها جدا جدا وبتموت في الحيوانات أيوه يعني اللي هو ايه اي حد بتحافظ عليه مقتر من اي حد في الدول صحيح حبهم جدا لا اشتغلت مع الاتنين ودنيا كمان حبيبتي قوي 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 واشتغلت مع حسن الردات كمان العيلة كلها العيلة كلها الحمد لله ومع دلال ومع سمير اشتغلت معهم كلهم أيوه ننتقل لها الفنان العظيمة يسرى دي جميلة جدا 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 ست مجاملة جدا جدا وكلامها يعني تتكلم كويس جدا جدا مع الناس وتختار كلامها وفنانة وبتحب اللي قدامها ياخد ودي منها كده عارفة عايزة حد يعني قدها برضو لأنها فنانة كبيرة يعني فبردو استريحت قوي في الشغل معاها حبيت جدا 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 الشغل معاها الكلام معايكي يعني أنا حاسة أن إحنا مؤثرين من كتر الأعمال مش عارفين ناخدك فين ولا فين بس هتفضل طلتك المصرية الحلوة وآدائك الرائع وقد إيه بتقدمي الأدوار طيبة شريرة منافقة أنت بتقدمي الدور زي ما هو مكتب الحمد لله منالك كل التوفيق ونورتينا بجد في بيت للكل والله أنتوا من نورين البيت شكرا شكرا نورتينا بوجودك سيد سلوى وأنا سعيدة بإني التقيت فيكي وهي كما هي على الشاشة الدفية الحلوة والله أنا الأسعد أن أنا يعني قابلت معاكي برضو شكرا شكرا وشافكي حبيبتي هي عارفة أنها حبيبتي أنت حبيبتي روحتي لأردن الأول ولا آه زمان كان ليه أسحاب في الأردن كان ليه صاحبة اسمها ليلة ليلة نظام شرابي تسمع بقى الحلقة اسمها بقى بتاع فإحنا بندعيوكي كمان لزيارة الأردن وبرنامش بيت للكل إن شاء الله بتروحي معنا في الأردن جميلة جميلة جدا شكرا شكرا روحنا عملنا فيها مسلسل كانت تحفة وبعدين لأ أهلها يعني زي ليلة كده تحس إن هي صديقتك أنتين من أول يومين ثلاثة أيوة طبعا عشرين خلاص يبقى مرة تكوني معنا في بيت للكل لما نعمل حلقات في الأردن إن شاء الله بيشرفنا وبيسحبنا شكرا لتواجدك معنا ستسل واعتمان سعيدين أيضا إنه تكون هاللقاء الشيق ونحكي عن أعمال كتير كبيرة ولازلت مصرة زي شافكي عظم المسلسلات المصرية عظم جدا شكرا شكرا أما أنتم مشاهدينا في برنامج بيت للكل نتمنى من خلال حلقتنا لليوم استطعنا أن نوصل لكم كم الفن مهم كم الفن بيحمل رسالة وكم الدراما يعني توصل لقلوب وأذهان ووحي المشاهدين إذا ما كان الفنان فعلا فنان ناجح وقدير وكبير جدا إلى أن نلقاكم إن شاء الله الجمعة القادمة في موضوع آخر أجمل تحية لكم من سيديوهات التلفزيون المصري إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر